لم تكن تعلم أنها آخر مرة تسمع فيها صوت ابنها من داخل السجن وهو يستنجد بها لنقله من زنزانته إلى أخرى بعد شجار حصل بينه وبين أحد المحكومين لكن العز عن نقله من زنزانته أدى إلى تجدد الشجار وطعنه بسكين استقرت وسط صدره في السجن ليموت في الحال لكن ما يزيد الأمر سوءا هو دخول السلاح الأبيض داخل السجن بطريقة خفية برغم من كاميرات المراقبة وتفتيش المساجين إلا أن ما حصل يضع إدارة السجن أمام السؤال ودعوات المحاسبة واتهامات الرشاوة فضلا عن عدم القدرة في الحفاظ على أرواح المساجين لحين انتهاء محكوميتهم وفي السجون ينبغي إصلاح الموقوفين من جرائم ارتكبوها وأخطاء أقدموا عليها لكن في العراق قد يبقى بعض المجرمين يمارسون إجرامهم من داخل السجون دون رادع أو خوف من العواقب يعني نحن ندري السجين لتربية نفس السجين يعني الإصلاح سجن الإصلاح يعني هذا شيء متعارف عليه السجين منين السجين لتربية السجين يعني مكان ما يصلحونه يكتلونه بسجينه هو نايم ويشير مراقبون إلا أن السجون تعطي العديد من الصور للدولة إما أن تكون حقيقية في الحفاظ على سمعتها كدولة ديمقراطية ولها اهتمام في حقوق الإنسان وإما أن تكون سجونها مستودعا للجرائم وتفاقمها وتفريخها للكوارث في المستوى القريب والبعيد من كربلا جاسم الهميم التغيير